اشتركوا في القناة انا والله متفائل صدقوني عم حاول اتفائل من قلبي هلا النظام معروف من يوم يوم وانه خبيث وبيلفوا بيدور وبحياته ما صدق بشي ومعروف عنه كمان انه حتى بالنشرة الجوية بيكذب درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة وغدا نهارا في مدينة دمشق والمنطقة الجنوبية ناقص 2 خلال الليل للدرجات غدا نهارا وهذا الحكي موجديد بالعكس هاد من ايام القائد الخالص ها طلبي تروحوا يا سبحان الله عن جد الندل بيضل ندل هاي الشغلة متوارثة بالجينات من القائد الخالص للوريث القاصر وانتنازل يعني الجريمة القديمة ما بتمحيها جريمة جديدة بالعكس هاي لازم تضاف الى سلسلة جرائم بيت الأسد بحق الشعب السوري في المنطقة الوسطى والشمالية ناقص 2 ثلاثة المنطقة الساحلية 2 خمسة الجو شديد البرودي حتى في منطقة الساحلية خلال الليل ما علينا المهم الخبس وين الخبس بان النظام عم يستخدم مصطلحات ونحنا بدون ما نحس عم نعيد ونكرر هاي المصطلحات يا جماعة أزمة أزمة معارضة معارضة سيادة سيادة إرهاب إرهاب لا مو بس عم نعتمدها وعم نتبناها كما يعني السورة هي نفس المعارضة والمعارضي ولا شو الترتيب وإحنا مش قدمنا المعارضة لطلع هيرو مثل اللي طلع قدمه مش عارس قلب الدماغ خيوا قبل ما نطورد خلينا نعملها الاستطلاع قامت سجله أيوة والله هذه ما فكرت فيها من قبل التصدق بس من وحي تجربتي الثورية الطويلة والمريرة فيني قل لك إنه لتصير معارض لازم يكون في ثورة يعني مش ظابطة إنك تكون معارض من دون ثورة يعني بتظل تثور 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 هيك لحتى أنا تصير معارض شايف كيف بالضبط ما بعرف أنا معارض معارض مر وبعجبك مثل ما بتعرف أنا السوري الوحيد اللي حضر مؤتمر فيينا وكوين تعبت فتلك بها الصينية بين الروس تكبار تعالح لك سر كيري طالب مني شوية كليجة كأنه بيحب مع الشاي ما بعرف قلت له أنا ما نداري لو أني داري كنت جبت لك ولها فروض قضاها شرب مي كل القعدة الله وكيلك وكل ما ينحصر بالزاوية بالمفاوضات ما تشوفه غير راح الحمامات راح الحمامات يا زلمي عملا حشطة الله وكيلك ما علينا نرجع لموضوعنا قلت لك أنا معارض مر وبعجبك بس بحياتي ما شفت السورة وسوريا نازل عليها مرتين بحياتي كله قبل الأزمة عفوا قبل السورة شباكون شو قصتكم والله هلكتوني تصوير شوفي شو بدأ يكون في هذا الصندوق يعني شوية عدسة برؤول ومضبطة واحد بالحكومة المؤقتة أخذت علبة سردين ايه الله يخلي لنا الحكومة المؤقتة عم تصرف لنا إعانات ايه والله ايه ايه بس والله هلكتوني خلوني روح على بيتي الله يوفقكم اه انتو غير جماعة يعني مو نفسكن اللي صورتوا معي من شوي ايوه هاتلا شوف خير ان شاء الله شو الفرق بين السورة والمعارضة قلتلي حبيبي السورة كانت رح ترجعنا البلد المعارضة شوفيز عينك عم تعطينا عدس وبرغول خليني روح عملي طبخة لأني مخورة من الجوع يعطيكونا عافية شو بديسألها تعرف لك شي مهرب شاطر ابن حلال يطلقني شوف يرب البلام تقريبا بيان معنى الفرق وللأمانة التاريخية النظام نجح بانه يختزل السورة بمعارضة لانه من لما بلشت السورة بلش النظام بحملة تطهير وتنكيل بكل المناطق السائرة لهيك ما خلى حدا على وشه ضو من فنانين ودباء ومفكرين وقفوا مع الشعب بالسورة إلا واعتقلون أو أتلون أو هجرون مشان يطلعوا يتفلسف فالوحوش خلقت حاضناتها الخاصة بها وبدأت تتكاثر وتطلق وحوشا أخرى وتستورد من خارج حدود يعني قديش رح تفرق معنا لو اللي بمثلوا السورة هنه سوار بيشتغلوا بالسياسة مو معارضين محسوبين على السورة باختصار المعارضة بتكون لنظام سياسي شرعي لأنه هي فعل سياسي شرعي بأي دولة بس عنا بسوريا الوضع غير حبيبي الشعب مو معارضة الشعب هو السورة والنظام هو معارضة السورة هي الشرعية مو نظام الحكم والتوريس الطائفي والمنحبك جيه كذلك في شمال الخليج تحدث أمطار محلية أحيانا الجو غائم جزيا إلى غائم أحيانا ودرجات الحرارة بحلول معدلاتها توحيد المعارضة هلأ بلش اللعب بالمصطلحات خيوطعوا نتفع على شغلة إذا كنا منعتبر أن المعارضة فعل سياسي شرعي بنظام شرعي ببلد يتمتع بالاستقرار كيف ممكن تتوحدوا المعارضة ما هو كل معارض أو حزب أو تكتل عنده رؤية ووجهة نظر لحكم البلاد وتزاوج المشكلات تتجاوز المشكلات هيك ما بيصفوا معارضة إذا توحدوا وطبعا لساتنا عم نحكي على معارضة ببلد مستقر كيف لو بسوريا وبهلوقت خيوطعوا نفترض أن مؤتمر الرياض نجح وتوحدت المعارضة وتتساقط الثلوج الغزيرة في مناطق البحر الأسود وكذلك في غرب روسيا حيث تنخفض الحرارة إلى أكثر من 20 درجة تحت الصفر على غرب روسيا مين رح ينفذ مخرجات المؤتمر؟ وعلى أي أساس بيقبل النظام التفاوض؟ ودخلكن هالمعارضة إلى قوة تأثير على الأرض؟ خيوط على فرض وافأ النظام هالمعارضة الموحدة كيف رح تطبق مخرجات المؤتمر؟ أنتوا أكبر أدر مناع أبدى تشاؤمه من نجاح المؤتمر معتبرا أنه سيكون حقل ألغام وقنابل عنقودية وكل عناصر الانفجار موجودة فيه أيواء المعارضة اللي على مآس النظام هي الأكثر تأثيرة بس ليش يا حزركم؟ لأنه قلهم من يمثلهم على الأرض نحن سوف نبقى النسور الأوفياء لقيادتنا الحكيمي وبأمرك طالما ناديتكم في السماء وها أنا ألتقيكم على أرض مخدسة لكا هيك معارضة بمثلة هيك جيش عيب على الجيش خلينا على الوحدة انت فتوة؟ طبعا والتأكيد حسب تصريح معارض نظامي مو تهريب الله وكيلكم اللي بده يجاهد يروح يجاهد ببيت أبوه يجاهدوا بالسعودية ويجاهدوا بخطر مش يجاهدوا عندي نحن عم يجوا عم يقتلوا باسم الرافضة والنصيرية عم يقتلوا أبرياء شي طبيعي يكون موقفا أقوى ما كل العالم هلّا مشغول بإعادة تأهيل المعتوه لمحاربة تنظيم الدولة دخول تنظيم الدولة الإسلامية على الخط ليس بجديد لكن ضرورة محاربته تتخذ الآن ذريعة لعادة تأهيل النظام السوري كأنه ليس المسؤول عن قتل أكثر من ثلاثمائة ألف من مواطنيه أما المعارضة المحسوبة على الثورة فما سكين لا أنا قتلهم ولا جمل بس هنعم بيحاولها بس للأسف لا حياته لمن تنادي والسيد خوجة خالد طالب وتمنى من النصر أنه تفك ارتباطه بالتنظيم تنظيم القاعدة ولكن جاء الرد قاسي الاتلاف الكل يعلم أنه لا يسيطر شيء على أرض الواقع وهو يعني ليس له شيء في ساحة الشام إلا الآن سوى المؤتمرات الصحفية التي يلقيها من الفنادق يا سيد خالد هلأ إذا النظام مضبط معارضة وعم يمون عليها طب إذا أنت بانك قادران تمون عن النصرة شلون بدك العالم كله يتحالف معه؟ شلون؟ أنت مش عندك عربيب يتوديك وجيبك صدقني ما حدش جاب الهم ولغامل الشعب غدك أنت وأمثالك من الهنزر يا باها قيم طاصل بدهم يضحكوا علي أنا بعرف يعني إذا شلنا بشار بنخلص من داعش إيشو هي الشغلة جز مز بيض وبندرة؟ الله لا يوفقك يا بشار عم تحطني بكل موقف وموقيف صار عنا مع الائتلاف والشخصيات المستقلة بالإضافة إلى معارضة النظام الداخلية هيئة تفاوض عليا طبعا ومعارضة النظام ممثلين بهي الهيئة يعني النظام ما راح يبحص صوته ويعزب حاله باعت ناس محسوبين على السورة وهن راح يسهلون للطريق يعني قاعدوا بحضن السورة وعن بينتوف بيدقنا والنظام ما في داعي يعطي رأيه بمؤتمر الرياض خلاص الزلمة مكتفي بتصريحات وزارة الخارجية الروسية مريح راسه لأنه هو مشغول بشغلات أهم من هيك بكتير ايه والله يعني من باب الاجتهاد العمال والفلاحين الفلاحين خبر للفعل الماضي بنفس البداية كون الفلاحون صحيحة والفلاحين صحيحة يجب أن تقرأ المادة على النحو الاتي تتكون مجالس الإدارة المحلية من ممثلين عن انقطاعين آتيين القلب العمال والفلاحون كان يتحانف مع بشغلات أه كون ما دي خب يمشي من اللاجئين هون لك هدول صاروا عندي الميات الهلاف والله إذا تحانفت معه لا ينزلوا على الشوارع ويطالبوا بإسقاطي ويمكن أنا وقتا كمان أطلع لجوم كل العالم يشارك بلعبة توحيد المعارضة ليش؟ ليكتم آخر نفس بالثورة السورية لك حتى الأردن الشقيق الأردن صار يحط قوائم والتصنيفات عيب على القوائم هذا كل شيء على حوال الجوية المتوقعة الآن أترككم مع جدول بكمية الأمطار الثلوج التي حولت إلى أنطار في مختلف المحافظات حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم شكرا للمتابعة وإلى اللقاء هل الشيء الوحيد والثابت أنه السورة رح تضل ثورة لأنه ثابتة والمتغير هن المعارضة والمعارضي يعطيكم العافية اشتركوا في القناة